الكلمة الطيبة حديث لا يمل الإنسان من سماعه وخصوصاً الكلمة الطيبة في القرآن فمن نظر في الكتاب وجد ذلك مستفيضاً ومن نظر في السنة وجد ذلك متواتراً يعني ولو أردنا أن نتحدث عن الكلمة الطيبة في القرآن ونفصل ذلك التفصيل يعني يمكن ما تكفي حلقات ولا حتى سلاسل لأن القرآن يعني كلام الله عز وجل ويذكر فيه الله عز وجل أموراً يعني نحتاج إلى سنين طوال حتى نتتبرها ونقف معها لكن لعلي أعرج على قصة موسى عليه السلام كلنا نعلم أن موسى عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى فرعون وفرعون يعني يعتبر أكبر طاغية مر على تاريخ البشرية كيف لا وهو الذي قد قال أنا ربكم الأعلى أمان خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وبدأ يتكلم وإلى آخرهم لكن الشاهد الذي نريد أن نستشهد به أن الله عز وجل لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون قال موسى يعني أريد أن يكون معي أخي هارون هارون أخي أشدد به أزري وأشركه فيه قال كي نسبحك كثيراً من الفوائد الجميلة حقيقة التي وقف عليها بعض أهل العلم كي نسبحك كثيراً قالوا أن الأخ الصالح يساعدك على الإكثار من ذكر الله عز وجل والذكر الله عموماً هو من الكلام الطيب كذلك الله عز وجل لما أرسل موسى إلى فرعون ومعه أخاه هارون قال كلاماً عجباً سبحان الله قال الله عز وجل فقول له قولاً ليناً والله هذه الآية عجيبة يعني ذاهبون إلى من إلى الذي قال أنا ربكم الأعلى ولذلك مما يذكره ابن أبي الدنيا عن يحيى بن معاذ الرازي يقول الذهب له مواعظ مشهورة قال أن رجلاً قرأ عند يحيى بن معاذ فقول له قولاً ليناً فبكى يحيى بن معاذ فقيل ليحيى بن معاذ ما يبكيك قال يا رب هذا قولك أي فقول له قولاً ليناً هذا قولك لمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون قولك لمن قال سبحانه ربي الله سبحان الله فيعني هذا الوقف حقيقة تشدني كثيراً أن الله عز وجل يقول فقولا له قولاً لينا